اشتركوا في القناة ان التكاتف بين دول الخليج سبيلا لتجاوز سلسلة التحديات التي تواجهها المنطقة على كافة الصعود وفي مقدمتها الاقتصادية مشيرين اسمهما الى ان الحكومة مستمرة في تبني المبادرات التي تكفل الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتطويعها لضمان سير العملية التنموية بالوتيرة التي تنشدها الحكومة وتحقق امال وطموحات المواطنين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وشدد اسمهما ان طبيعة المرحلة الحالية وما تشهده من تحديات تتطلب تكاتف الجميع وتوجيه الطاقات والموارد بالشكل الامثل الذي يعزز من مكانة البحرين ويحفظ لها امنها واستقرارها وريادتها في المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر